كاركوك لا تحصل على استحقاقها وفق النسبة المقررة المعتمدة على الكثافة السكانية 4.8 كاركوك اليوم لا تحصل بسبب انخفاض التجهيز في عموم العراق عبر الشبكة الوطنية وتوقف تجهيز الغاز على عدد من المحطات كاركوك لديها محطات تازة تنتج ما يقارب 500 ميجاوات جزء منها حاليا تحت الصيانة وهناك محطة في الدبس يجري تنفيذها تباطأ كثيرا بعد توقفت نتيجة إرهاب داعش وهي محالة لإحدى الشركات الإيرانية رغم المطالبات رغم موقف إدارة كاركوك وذهابها إلى وزارة الكهرارون خلال السيد المحافظ وتقديم إمكانية تخصيص جزء من موازنة كاركوك لإكمال هذه المحطة مسألة الكهرباء هي مسألة حصول المحافظة على استحقاقها وفق إنتاج الشبكة الوطنية هي ليست من مهام الحكومة المحلية الحكومة المحلية أدرجت خلال موازنة العام 2021 معالجة الاختناقات وتطوير الشبكة الكهربائية في عموم المحافظة في الشوان والدبس والتون كوبري والزاب وقضاء داقو أكثر من 45 مليار دينار سيتم المباشرة بها خلال الأيام لمعالجة هذه الاختناقات لكن مسألة الإنتاج هو ليست من اختصاصات الحكومة المحلية نحن فجأة مع انخفاض الحاج بدراجات الحرارة مع توقف عدد من المحطات نتيجة الغاز المستورة أثر على منظومة الشبكة الوطنية حتى في إقليم كردستان هناك ساعات عالية المحافظة طالبت أيضا بزيادة حصتها أو الالتزام الالتزام بالنسبة المحددة لكاركوك مرارا من خلال وزارة الكهرباء وبنفس الوقت طالبت أيضا بزيادة حصة الغاز المدعوم للحكومة المحلية ليست هناك صلاحية بتأمين الغاز هذه من اختصاصات مجلس الوزراء الموقر ووزارة النفط وبالفعل تم زيادة الحصة لكنها لا تفي بحاجة المولدات الأهلية في عموم العراق وليس كاركوك لأنه معدل القطع اليوم في المحافظات العراقية يتراوح بين 16 إلى 19 إلى 20 ساعة نتيجة الانخفاف في معدلات الانتاج حتى في إقليم كردستان العراق هناك انقطاع مستمر للتيار الكهرباء أسعار المولدات بسبب عدم توفر الغاز المدعوم يؤدي إلى ارتفاعها نعم